السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الذكرى الأليمة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين المشاهدون الكرام لقناة مأتم المرخ ندعوكم اليوم لمتابعتنا في برنامج مساحة فكر ضمن البث المطول لقناة مأتم المرخ لعشرة محرم الحرام كثيرا ما يثار على الساحة الفكرية أو بين الناس في المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي السؤال التالي ماذا غير الإحياء في سلوكياتنا فالبعض يطرح الرأي التالي منذ مئات السنين يتم إحياء ذكرى الإمام الحسين عليه السلام لكن الكثيرين لا يلتزمون بأخلاق ومبادئ الإمام الحسين عليه السلام فما قيمة هذا الإحياء وآخرون يؤكدون أن هذا الطرح فيه نوع من التجني على الإحياء ولا يمكن تعميمه بأي حال من الأحوال فما قيمة الإحياء في السلوك العام وكيف نستطيع أن ننهض بالإحياء من أجل أن يكون منهجا في سلوكنا وهل صحيح أننا نأخذ الإحياء كحالة طقوسية ولا نأخذ من مضامينها القيمية شيء دعونا نشاهد هذا التقرير قبل أن ننطلق في برنامجنا لهذا اليوم يعتبر الإحياء على مر الزمان من أهم الأمور التي يسعى لها الموالون للالتزام به وعدم التخلف عن الحضور فيه ولأن الإحياء تجسيد لمواسة أهل البيت عليهم السلام وتجديد للعهد معهم فلابد لهذا الإحياء أن ينعكس في سلوكيات الفرد ليتجلى خلق الحسين في كل تصرفات الفرد مما ينعكس بصورة إيجابية تعطي الإسلام صورة مشرقة ولأن إحياء ذكرى لإمام الحسين عليه السلام يتفانى فيه الصرح يجب أن يجعلنا الإحياء قادرين على النهوض بواقعنا الأخلاقي والسلوكي فعلينا أن نعكس صورة مشرقة حتى نبرهن للعالم أننا تربية الحسين وها نحن سائرون في ركبه نحو تحقيق غاية الإسلام ونمهد للظهور المبارك رسالتنا اليوم هو أن نجعل من هذا الإحياء رسالة عزة وشموخ ورسالة وعي وبصيرة حيث إننا على طريق الحسين في سلوكنا قبل أي شيء آخر السلام عليكم مشاهدين الكرام نرحب بكم مجددا في برنامج مساحة فكر ونكون اليوم مع الأستاذ مجيد ميلاد لنناقش السلوك والإحياء وتأثير الإحياء على السلوك الأستاذ مجيد ميلاد نرحب بكم في برنامج مساحة فكر وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابي سيد الشهداء عليه السلام في عشرة محرم الحرام الأستاذ مجيد يتطرح فكرة أنه الإحياء للعشرة محرم أو حتى لذكرى أهل البيت تتم منذ عقود من الزمان ولكن هذا الإحياء لم ينعكس على سلوكنا العملي وعلى حياتنا فكيف ترى هذه الإشكالية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابي مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأشكر لكم هذه الفرصة إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الإشكالية فلا أظن أنها واقعية أو أن لها حظ من الحق بدليل بسيط جدا عندما نذكر حادثة الإمام السجاد عليه السلام عندما سئل عن مدى نجاح ثورة أبيه الحسين عليه السلام فطلب من السائل أن ينتظر قليلا حتى يرفع الأذان فعندما رفع الأذان وذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذا ما فعله الحسين عليه السلام مضمون الرواية فمجرد أن يكون الإحياء بما هو عليه كما نراه اليوم هو في ذاته محيا لقيم الثورة الحسينية عليه السلام أيضا هو يحيي النفوس حتى لو كانت هنا وهناك بعض السلبيات مع ذلك فإن مبادئ الثورة الحسينية عليه السلام تسير على الأرض هذا من جانب الأمة كأمة أمة الإسلام بمختلف مذاهبها وطوائفها بل أدعي أن الأمة حافظت على موقفها من بعض فالأقول بأن الكيان الصهيوني اليوم حافظت الأمة على مقاطعة هذا الكيان بتأثير ثورة الحسين سلام الله هذا على مستوى الأمة أما إذا ذهبنا على مستوى المجتمع فالمجتمع ما زال منشدا للحسين عليه السلام وهذا يعني أن المجتمع منشد إلى الإسلام لأن الحسين عليه السلام يمثل الإسلام فإذا كان المجتمع منشدا للإسلام فهذا من أكبر أهداف هذه الإحياء إحياء عشرة محرم الحرام وذكرى أهل البيت عليه السلام قد تحققت ونراها على الأرض تسير أما على المستوى الفردي فكم من كلمة صدرت من خطيب مفوه قد أثرت في نفس المستمع وأرجعته عن معصية ودافعته نحو طاعة بل أكثر من ذلك نعم ما يفعله الإحياء في مواقفنا تجعل هذه المواقف مواقف صلبة مع الحق ومجانبة للباطل فهذه الدعوة ليست حق يعني لها حظ من الحق والواقعية عندما يكون المتأمل في هذه الإشكالية منصفا موضوعيا ويرى الواقع أمام عيني يعني أنت ترى أن هذه الرؤية هي رؤية متجنية ليست رؤية حقيقية يعني أين أين إجابة هذه الأسئلة التي تطرح هذه الإشكالات الأسئلة هي الإشكالات التي تطرح قبل أن أقول بأنها جناية أو تهمة جزافية فالأنظر إلى جدوى الإحياء فاعلية هذه الإحياء في الأمة في المجتمع في الفرد المسلم نفسه هل فعلا لم تؤثر هذه الإحياءات لمختلف مناسبات أهلهم على البيت عليه المستلام لم تؤثر في السلوك واقعان فإما أن يكون هذا الاتهام أو هذه الدعوة ليست لها حق من الواقع ومجرد إثارة الشكوك والتزييف ومحاولة إبعاد الجماهير عن المنبر الذي يصنع أمة لا يصنع فردا فقط فهذه الدعوة ونحن نعيش اليوم في ظل كثير من الإشكالات والتزييف أيضا ومحاولة تشويه سواء كان تشويه الإسلام بشكل عام أو تشويه مذهب أهل البيت عليهم السلام بشكل خاص وإحياءات التي يقوم بها أتباع مذهب أهل البيت عليه السلام فلا يمكن الدعاء أن الإحياء فارغا من مضمونه بل على العكس ولعل ما نعيشه اليوم في ظل جائحة كورونا أثبتت لكل ذي عينين أن الإحياء يعيش في نفوس الشيعة ولا يمكن أن يصبر بعيدا عن هذه الأحياء هو الحق الذي يتنفسون هي الشريعة التي يتبعون هي الإسلام الذي يحبون فلا يمكن أن نسمع لهذه الدعوة نعم إذا قيلت لي سوف آخذها ولكن أقيسها مع الحق والواقع لأي درجة تأخذ حقا ولأي درجة تأخذ من واقعنا ولكن هنا الإشكال الذي يطرح أن هناك من هو في صلب هذا الإحياء وقد يكون من كوادر هذا الإحياء سواء الإحياء العاشرائي أو إحياء مناسبات أهل البيت أو حتى قد يطرح أن فلان في الصف الأول في المسجد ولكنه سيء الخلق أو سيء السلوك مع أهله مع أصدقائه مع الآخرين وقد لا يحفظ الأمانة أو قد لا يرد الدين فكيف نجمع بين ما طرحته أستاذ وبين هذه الفكرة أو هذه الحالات التي تطرح وهي حقيقية وواقعية نعم إذا أردنا الإجابة بشكل صريح على هذا التساؤل فإن القرآن الكريم عد الصلاة ناهية عن المنكر وآمرة بالمعروف هذه الصلاة وهي عمود الدين ولكن في مجتمعاتنا وعلى مستوى الأفراد الذين يصلون هناك من يرتكب هذا المنكر ويترك ذاك الواجب أو يفعل المنكر وكذلك بشكل عام في المجتمع وعلى مستوى الدولة أيضا فهل يعني ذلك أن نترك الصلاة لأنها لم تنهى عن المنكر ولم تأمر بالمعروف لا يمكن لا يمكن أن يقبل عاقل أن يقبل مسلم أن نترك الصلاة لأننا لم نفعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في واقعنا لا يمكن أن نقول أن كل من يجلس تحت منبر الحسين عليه السلام لا يرتكب معصية ولا يترك واجبا لأن هناك نقص ولكن إذا أردنا أن نعقد مقارنة بين الذين يجلسون تحت منبر الحسين عليه السلام وغيرهم بل غير المسلمين في موضوع العلاقة الأسرية لمن يحيي ذكر الحسين عليه السلام أوروبا تعج من التعنيف للمرأة أما نحن المسلمون أيضا هناك بعض المسلمين طبعا لا يتعاملون مع المرأة أو في أسرهم كما يريده الإسلام ولكن ليس بخصوص هؤلاء الذين يسمعون للمبر الحسين عليه السلام بل يعني نستطيع القول أن الذين يحافظون على إحياء عشرة محرم بالذات هم أكثر الناس حفاظا على التعامل الخلق مع أسرهم مع زوجاتهم مع ابنائهم ولكن إذا شد شخص من هؤلاء لا يمكن أن نقول بأنه لم يستفد أحد في الجلوس تحت منبر الحسين عليه السلام نعم هناك بعض المخالفات أو هناك بعض المعاصي ولكن جل الحضور أتصور أنهم أكثر تهذيبا وخلقا مع أسرهم مع أصدقائهم مع حتى غير المسلمين كيف نستطيع أن نتعامل مع هذه الإشكالية أن عدم تغيير الإحياء في سلوك البعض وكيف نفرز بين أصحاب الأهداف الطيبة من الذين يطرحون هذه الإشكالات والآخرين الذين يريدون تشويه الإحياء إذا أردنا أن نضع بعض الأسس من أجل أن يكون الإحياء إحياء ملائكيا الإحياء يعتمد على أمرين أساسيين المنبر ويعتمد على المستمع إذا وفقنا للحصول على خطيب متميز في فكره قد ربى نفسه وروحه وفعل أن يكون سلوك الإسلام سلوكه لأننا ما نحتاج إلى خطيب ينقل لنا الأفكار فقط وإنما يعيش شعورا يعيش مع الحسين عليه السلام شعورا وما أكثر هؤلاء لدينا في البحرين ولله الحم فالمنبر الحسين عندما يؤتي رسالته من خلال خطيب متميز قد ربى نفسه وأحيا ذهنه هذا أساس الأول قد حصلنا عليه أساس الثاني المستمع المستمع عندما يأتي إلى منبر الحسين عليه السلام يجب أن يكون مهيئا لتغيير سلوكه يجب أن يكون على استعداد لتغيير أفكاره هذان العمودان الأساسيان لأن يكون الإحياء إحياء ملائكيا بغض النظر عن تفاصيل الأخرى أن يكون المأتم مكيف أن تكون الكراسي مريحة هذه التفاصيل كلها ولكن هذا العمود والمنبر في البحرين ولله الحمد وهو الخطاب الحسيني الذي حافظ على قيم الإسلام وحافظ على مبادئ الإسلام ولا أستطيع القول بأن ليس هناك تقصير نعم نحتاج إلى أن نرفع المستوى نحتاج أن نتعمق في طرحنا نحتاج أن نحسن من خطابنا الحسيني ولكن ما يحدث رائعا جدا ويرفع الهامة قبل الانتقال إلى المحور الآخر أستاذ مجيد مشاهدين الكرام سنكون في اتصال هاتفي مع سماحة الشيخ محمد العبيدان سماحة الشيخ السلام عليكم وأعظم الله وجورنا وأجوركم بمصاب سيد الشهداء عليه السلام المشاهدين المشاهدين الكرام يبدو أن هناك خلل في الاتصال مع سماحة الشيخ نواصل قليلا مع الأستاذ مجيد ميلاد قبل أن نعود إلى الاتصال حالما يكون الاتصال جاهد سنكون مع سماحة الشيخ محمد العبيدان الأستاذ مجيد كيف نحول يعني كيف نستطيع أن نجعل من الإحياء روحا تتحرك بيننا يعني تتحرك في مجتمعنا في معاملاتنا أحد الأهداف الأساسية التي جعلها الحسين عليه السلام في أول خطابات ثورته أنه خرج للإصلاح في أمة جده صلى الله عليه وآله وأنه يرغب في الأمر بالمعروف والنهي على المنكر بعيدا عن الإصلاح السياسي دعنا أن نكون في دائرة الإصلاح الثقافي الفكري مع العلم أن ثورة الحسين عليه السلام دافعها لإحياء الأمة كل الأمة وإصلاح الأمة كل الأمة أستاذ مجيد دعنا نكمل إجابتك بعد الاتصال توفى الاتصال سماحة الشيخ محمد العبيدان السلام عليكم دقائق معدودة في هذا الاتصال هل نحن اليوم أمام إشكالية أن الإحياء هو إحياء جاف أم أن نحن أمام إحياء يحرك حالة هضوية في الأمة وليس إحياء طقوسيا فقط طبعاً تنموية تنموية وارتفاع وارتفاع مستوى فبالتالي يبقى الأمر على المتلقي حينئذ كيف يستثمر ويستفيد من هذه الأمور وعلى العكس تماماً لو لم تكن هناك فاعلية من خلال المادة أو الخطاب المقدم من قبل الملقي ستحتحول القضية إلى قضية شعائرية اعكيادية وأعتقد أن اليوم المنابر في المنطقة عندنا بصورة عامة تتميز في الحقيقة بهذا الجانب إذ أن النقطة التي يغضط عليها مجتمعنا بصورة عامة تعدد المنابر وبالتالي تعدد المواد المطروحة على المنبر المتلقي يجد نفسه في حديقة الغناء فيها الطرح الفكري ومناقشة الأفكار الحداتوية وأفكار المستشرقين والعلمانيين يجد الطرح الروحي الذي يعمد إلى تحليل القضايا الروحية والمعنوية والتي تزيد العلق مع الله عز وجل يجد الطرح العقائدي في بعده سواء الطرح العقائدي على مستوى الخلاف أم الطرح العقائدي على مستوى البناء العقدي عند الإنسان داخل المذاب يجد طرح القضايا الاجتماعية والتربوية ولذا في قناعة الخاصة الإحياء اليوم إحياء تنموي فعال وليس مجرد إحياء حقوص شعائري كما قد يتصور هل ترى سماحة أن المنبر يطرح الإشكالات العقائدية ويعالجها بإمكاني أن يعالج هذه الإشكالات المطروحة اليوم في الساحة في وسط وصائل التواصل الاجتماعي خصوصا من نعم الله عز وجل أن هناك شريحة غير قليلة من الخطباء الجديدين والمؤهلين عندنا في الساحة الذين يملكون القدرة والقابلية لمناقشة الأطروحات الفكرية والقضايا العقدية الموجودة في وسائل التواصل والإجابة عليها وهذا يعني أن المنبر جديد ما دام الخطيب الحسيني كطاقة وكشخصية جديدة تمتلك القدرة والقابلية فمن الطبيعي أن المنبر يلبي هذا الجانب سماحة الشيخ ما هي النقاط التي المنبر بحاجة إليها من أجل الوصول بالإنسان نحو الكمال المطلوب ونحو الأهداف الإسلامية المطلوبة ولمعالجة هذه الإشكالات باختصار سماحة الشيخ يمكن أركز على نقطة واحدة فعلا نحن بحاجة إلى قراءة الواقع الحياتي أتكلم كخطيب وبلسان الإخوة الخطباء نحن كخطباء اليوم بحاجة إلى قراءة الواقع الحياتي لمجتمعاتنا حتى نستطيع أن نقف على احتياجات المجتمع وبالتما نقدم ذلك في المنبر سماحة الشيخ نشكر لكم هذه المداخلة ومجددا نعظم لكم الأجر بمصاب سيد الشهداء عليه السلام ونتمنى أن نكون معكم في ركب سيد الشهداء في وسوى سفينة النجاح نسأل الله عز وجل السوفين إن شاء الله سماحة الشيخ ونكون وفقكم الله وأشكر لكم هذا يعني السماح للمشاركة واجعلنا الله وإياكم من الموثقين لهذه الخدمة الشريفة إنه سميع مجيب إن شاء الله ونتمنى أن تكون لك مشاركات أخرى في حلقات أخرى سماحة الشيخ ونشكر لك هذه المداخلة المشاهدون الكرام نكونوا في 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 فاصل قصير قبل أن نعود إلى المحور الثاني مع الأستاذ مجيد ميلاد أهلا وسهلا جديد أشبك في حلقة الثانية من المرنامج منبر البحرين أدنا مراجع قالوا لك احترى فيه احترازات نعزيك يا فاطمة الزهراء بهذا المصاب الجلد ارتقى فضيلة الشيخ خاني البناء منبر مأتم أنصار الحق في أبو صيبع وقد تطرق الشيخ إلى موضوع فلننشر ثقافة الاحترام أما التغريدة الثانية من الأخت أم حمزة تقول فيها نحن لا نحيي ذكرى عاشراء بل إن ذكرى عاشراء تحيينا المحور الثاني سيكون كيف نحول الإحياء إلى سلوك في حياتنا وكنا مع السؤال الأول قبل تلقي الاتصال من سماحة الشيخ محمد العبيدان والسؤال كيف نستطيع أن نجعل من الإحياء روح تتحرك بيننا في سلوكنا في حياتنا في فكرنا في عقائدنا أيضاً بدأت بأول قطاب للثورة الحسينية على لسان الإمام الحسين عليه السلام أنه خرج من أجل الإصلاح بالإضافة إلى الأمر بالمعروف وأنه يعني من كن وركز على هذين الأمرين قبل أن أذهب في تفصيل الإجابة فإن نفس الإحياء يفرز إيجابيات حتى لو لم نخطط ولم ننظم من أجل أن يكون الإحياء فارزاً للإيجابيات هو بذاته يفرز إيجابيات يكفي أن مظهرية المجتمع مظهرية الدولة أنها تنتمي إلى الحسين عليه السلام وما أكبرها من إيجابية ولكن مطلوب مني ومن الأخوة المحيين لشعائر الحسين عليه السلام أن نخطط أن نخرج من هذا الموسم بأعلى رصيد إيجابي على مختلف الصعود فالإصلاح كم لنا من دور في إصلاح أسرتنا وإصلاح مجتمعنا كم من الأمور التي يحتاج مجتمعنا أن نصلحها فيه على المستوى الأخلاقي والمستوى السلوكي لن نتحدث عن أبعاد أخرى هناك بعض الممارسات التي لا يقبلها الإسلام في مجتمعنا ما هو دوري في إصلاح هذا الخلل هذا الخطأ هذه المعصية نعم يجب أن أخطط كفرد وكمجموعة أو كمجتمع أن دخولي في ثلاثين من ذي الحج إلى عشرة محرم أنا من الذين قد هيئوا أنفسهم أن يستفيدوا من هذا الموسم بالخروج عمليا لإصلاح المجتمع هذا بعد أن أقوم بتنفيذ إصلاحات نفسية بداخلي يعني بالذات قبل الانطلاق بالضرورة تقول انطلاق صحيح وقائم على أساس بالضرورة ولكن هذا لا يعني أن أتذرع بأني أنا أحتاج إلى إصلاح داخلي فلذلك لا علاقة لي بالخارج هذا ليس بصحيح نعم الحق أن تبدأ بنفسك ولكن هذا لا يبرئ ساحتك أن لا تكون عاملا مصلحا في المجتمع أيضا العامل الثاني وهي هذه الفريضة المغيبة فريضة الأنب المعروف أنها هي عن المنكر وإذا أردنا أن نصيغة عبارة مناسبة تتناسب ويالأمر المعروف أنها هي عن المنكر هي العامل الذي يحفظ كيان المجتمع في إصلاحه فإذا ترك الجميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف سيتحول المجتمع وعلى العكس تماما عندما يلتزم الجميع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف سيكون مجتمعنا استاذ هنا ندخل يعني ذكرت أن أهم شعيرة قد تكون هي شعيرة الأمر المعروف أنها المنكر أو أهم فريضة ولكنها مغيبة ألا يعني ذلك أن الإحياء أصلا لم يساعد في تفعيل هذه الفريضة بالتالي فنحن أمام مشكلة أن الإحياء لم يبث الروح في هذه الفريضة مع أن الإحياء المفروض الأساس الأول له هو الإصلاح سؤال جميل لو لم يكن لدينا المنبر لما كان لدينا إصلاح ولا أمر بمعروف أنهي عن المنكر بالكامل أنا الآن أقول أن المنبر والإحياء العاشرائي يجب أن يحيي الإصلاح ويحيي فريضة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لو لم يكن هناك نفخ من الخطباء على موسم عاشراء في الأمر بالمعروف فالنهي عن المنكر لما وجدت فريضة قائمة لا صلاة ولا غير صلاة في مجتمعاتنا ولا المحافظة على كيان المجتمع بكونه مجتمعا مسلما أقول المطلوب أن نفعل الأمر بالمعروف فالنهي عن المنكر أكثر من ذي قبل في كل عام يجب أن ندخل في أوصات مجتمعنا للأمر المعروف أنهي عن المنكر ولا نقبل ولا نقبل أن تظهر بعض السلوكيات المنحرفة ونسكت نحن ملزمون بذكرى الحسين عليه السلام بمبادئ الحسين عليه السلام بقيام ثورة الحسين عليه السلام أن نقوم كل انحراف في مجتمعنا فلذلك هذه الفريضة فريضة الأمر بالمعروف فالنهي عن المنكر بحاجة لتفعيل أكثر من ذي قبل ولذلك أدعو السادة العلماء المشايخ الخطباء أن يعني يجتهدوا في تحديد معالم الأمر بالمعروف فالنهي عن المنكر من أجل أن يكون هناك رد فعل إيجابي في أوصات مجتمعاتنا في تنفيذ الأمر بالمعروف فالنهي عن المنكر هل الإحياء استطاع تكوين جيل متكامل أو جيل نحو التكامل يعني إذا تقصد بأنه جيل لا ينقصه شيء لا وليس الإحياء بعيدا عن نفس الإسلام الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله ما زال الأمة ما زالت محتاجة أن تفعل إلى قيم الإسلام ومبادئ الإسلام كما جاء الحسين عليه السلام لإحياء الأمة من جديد نعم هناك جيل بدرجة كبيرة من الوعي جيل بدرجة كبيرة من أن يعجنا قيم الحسين عليه السلام بروحه ونفسه هذا موجود لو كان ما موجود لما كان هذا اللقاء ولا كان هذا المأتم موجود أصلاً والحمد لله أن البحرين مشهورة على مستوى الالتصاق بأهل البيت عليه السلام وقيم وببادئ أهل البيت عليه السلام فالحسين عليه السلام له فعلية في بناء جيل واع مو فقط جيل واعي جيل عندك قدرة من الصلابة في الموقف في الحق يعني إذا نشاهد بعض مواقف الحسين عيسام واصحاب الحسين عليه السلام كيف يتصلب في موقف الحق هذا ينعكس في شعور أنا الكبير وذاك الطفل وذاك الشام أن يصمد وأن يتصلب في مواقف الحق كيف لنا أن نحافظ على الإحياء كحالة حركية على السلوك يعني وتنمي هذا السلوك وتقضي على بعض السلبيات الموجودة أو تتحرك نحو القضاء على السلبيات الموجودة طبعا نقول هناك فاعلية وهناك حركية للمناسبة ولكن نحتاج إلى زيادة في الحركية وزيادة في تفعيل مبادئ الثورة يعني إذا استطاع المستمع أن يتقدم ولو بخطوات قليلة جدا على المستوى الروحي والنفسي والتغيير الداخلي ويحاول أن يلتزم على سبيل المثال أن يلتزم مثلا بزيارة عاشور عليه السلام من هذا الموسم إلى يوم القيامة أن يحافظ على زيارة الأئمة الأطهار عليه السلام بحسب الأسبوع أن يحافظ على نافلة من النوافل التي تذكر في كتب المستحبات هذا تقدم في المستوى النفسي أيضا على مستوى أسرتي هناك انحراف بسيط يجب أن لا يخرج هذا الموسم إلا أنا قد قومت هذا الانحراف وتركته وإذا ما فيه رفعت مستوى الأبناء لدي في المنزل رفعت مستواهم المعرف والروحي الآن على المستوى المنطقة ليس بالضرورة أن يكون أن تكون حركتي منفردة يمكن أن نكون مجموعة من الأخوة الشباب من أجل أن نعالج بعض الانحرافات الموجودة في المجتمع لن يأتي أحد لمنطقة لحلة أو لقرية من أجل أن يصلحها على نفس شباب أهل المنطقة أن يصلحوا ما في منطقتهم من خلاله ألا تعتقد أن هناك غياب إلى المفهوم القرآني أو لما أمر به القرآن وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر يعني ألا تعتقد أن المجتمع يفتقد تماما إلى مثل هذا التوجيه القرآني الواضح يعني ما عرفك أنت تحمّم كل المجتمع فاقد للتواصل ولكن بصورة عامة بصورة عامة يعني يفتقد المجتمع إلى مثل هذا التوجيه أو إلى الامتثال لهذا التوجيه نفس هذا كلامك في نوع من التوصية للصبر والحقلية فما منتفي كامل يعني موجود بس قول إنه ليس بالمستوى اللي يرضينا كمجتمع وليس بالمستوى الذي يعني يرضي قلب إمام إمامنا إمام الزمان سلام الله عليه رجل الله الإمام ينتظر منا أن نصلح أنفسنا وأن نصلح مجتمعنا وأن نتواصى بالصبر والحق لو تحقق هذا بالمستوى المطلوب لخرج الإمام سلام الله عليه ولأي درجة نحن في هذه إذن أنت تقول يعني أستاذ أنت تؤكد أن الإحياء موجود وأنه يتجه نحو ما أراده الإمام الحسين إذن هذه الإشكالات التي تطرح وقد تطرح من داخل البيت الشيعي هل تعتقد أنها هجمة ممنهجة أم أنها آراء مختلفة فقط أم ليس لها أصلا من الواقع يعني إشكالات تطرح من باب الإحياء يحتاج إلى تطوير الإحياء التاريخ التقليدي كما يذكره علماؤنا بالنسبة للمنبر والعزاء موجود واقعا وهذا سوف يحافظ على ثورة الإمام الحسين عليه السلام لكن بحاجة إلى أن يفعل وأن تسعد وطيرته من أجل أن يكون إصلاحا أكثر الهجمة على الحق لم تتوقف منذ فجر التاريخ وإذا تحدثنا عن الحسين عليه السلام فهو قبل أن يقتل عليه السلام قيل بأنه خارجي فلا نتصور أن يوم من الأيام سوف يأتينا الباطل ويقول خيرا ما فعلت أيها الحق يزيف ويزيد الإشاعات ويثير الشكوك فهذه الدعوة ليست بريئة في الواقع ليست بريئة وليست أيضا طريقة يعني تأتي الإشكالات سواء كان على موسم الحسين عليه السلام أو على الإسلام بشكل عام أو على الشيعة بشكل خاص يعني في كل عصر تلبس لبوسا جديدا إذن أنت تؤكد أن هذه الهجمة غير بريئة الأستاذ مجيد المشاهدين الكرام نكون الآن مع فاصل قبل أن نكون معكم في المحور الثالث كاميرا أكشن للإنتاج الفني اجعل فريق كاميرا أكشن جسرا لوصولك للإبداع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي تواصل معنا الآن عبر برنامج مأتم الطفل الحسيني الخاص بكم إن شاء الله على قناة مأتم المرخ اشتركوا في القناة الله اوعاني ويرجع خويا لا تخليني تذكر وصية والدي علي أنت كفل وشاهدي هذا البرنامج هذا البرنامج إن شاء الله أطفالنا الحسينيين راح يكون موعدكم معه كل يوم من أيام عشرة محرم الساعة ثلاثة ونص إن شاء الله كاميرا كاميرا أكشن كاميرا أكشن للإنتاج الفني اجعل من فريق كاميرا أكشن جسراً لوصولك للإبداع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي تواصل معنا الآن مرحبا بكم مجدداً وقبل أن نبدأ في المحور الثالث دعونا نشاهد هذا الاستطلاع قبل الانتقال إلى المحور الثالث في فقرة استطلاع الأراء لهذا اليوم شاركنا متابعو حساب إنستجرام ماتم المرخ 91% قالوا بأن الإحياء يحدث تغييراً في سلوكهم الفردي هذا وأكد 88% بأن الإحياء يغير من سلوك مجتمعهم وكما اعتقد 87% منهم بأن الإحياء يلبي طموحهم 86% من المشاركين أشاروا إلى أن الإحياء يواكب التحديات مرحبا بكم مجدداً وقبل البدء استاذ مجيد في المحور الثالث تعليقك على الاستطلاع ونتائجه هذا مو مشتغلين عليه يعني واقعي لو أنتون مسوين لا 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 استطلاع في الانستجرام أتصور يحكي الواقع والحقيقة يعني يعني أنت توافق على الاستطلاع يعني يوافق وجهتك أي وهذا الناقص يعني مثلاً 90% و84% الباقي هو ما يحتاجه من تطوير في واقعنا فيعني جميل أن الفرد في المجتمع يشعر بأنه غير في سلوكه والموسم نفسه يعني والإحياء غير في سلوكه وغير في سلوك مجتمعه وهذه غاية المطلوب المحور الثالث المشاهدون الكرام المحور الثالث وسيكون بعنوان نحو تحقيق وغايات أهداف أو نحو تحقيق غايات الإحياء والسؤال الأول إذا كان الإحياء كما تقول الأستاذ مجيد وأيضاً يقول الاستطلاع الذي يبدو أنه يعني راقى لك كثيراً أن الإحياء إذا كان الإحياء بهذا المستوى وهذه النهضة ويمثل نهضة فلماذا نرى هناك توجه نحو الحاد أو نحو حتى التفسخ الخلقي في مجتمعات المسلمة يعني أنت تعلم أن الباطل لديه أدوات والباطل يملك بعض القدرات والشخصيات التي تحاول أن تقاوم الحق وأن تقف في وجه الحق فليس الحسين سلام الله عليه وحده في الساحة هناك يزيد في الساحة من أجل أن يضاد الحسين أي سلام فبالضرورة أن فاعلية الباطل والمبطلين يكون لها أثر هنا وهناك وهذا ما يجب أن نوصي به الذين يتبعون الحسين عليه السلام والذين يقولون أن الموسم قد فعل تغييراً في سلوكهم أن لا يدعو مساحة قدم واحد للباطل من أجل أن يدخل على الحق فإذا أردت أن ترى إذا كان هناك إلحاد في المجتمع فهي فاعلية هذا الباطل وتقصير من الحق ليس هذا معنى أن لا حق موجود أو أن الحق لم يفعل في المجتمع كما أن الشيطان خب ما ننسى موجود أيضاً في هذه الأرض فإذا وجدنا تقصيراً هنا أو إلحاداً هناك أو معصية هنا فلأي درجة نحن وأصحاب الحسين عليه السلام وأصحاب الحق أو المسلمين نفسهم قوموا سلوكهم وطردوا الباطل للأسف الشديد أن هناك لا على مستوى الأفراد وإنما على مستوى مجتمعات بل على مستوى دول أيضاً تخطط من أن تفعل خطوات الباطل في مجتمعاتها أو في مؤسساتها وإداراتها ووزاراتها فلذلك لا يمكن أن ننظر في يوم من الأيام الحق ليس له باطل يضاده المحق ليس أمامه مبطل يحاول أن يعرق الخطواته فإذا وجدنا تقصيراً يجب علينا أن نجهد أنفسنا من خطباء ومستمعين وإداريين ومجتمع بشكل عام أن نكنس هذا الباطل يعني تعتقد أن اللحياء يشكل إذا عكسناه على واقعنا اليوم كلقاح يعني أنت تعتبره أن اللحياء الموجود فعلاً يشكل لقاح مو ضد الكورونا طبعاً ضد الفساد والشيطان بطبيعة تشريعات الإسلامية من الحج إلى صلاة الجماعة إلى صلاة العيدين إلى هذه الأمور التفصيلية كلها من أجل أن تكون هناك محطات في حياة المسلم من أجل أن يجدد العهد بالإسلام وأن يحافظ على قيم الإسلام مبادئ إسلام أحكام الإسلام رؤى الإسلام من أجل أن يطبقها على الأرض لا أحد من المسلمين بمختلف طوائفهم لا ينتظر أن تفع على أحكام الإسلام وأن يحكم القرآن الأرض الكل ينتظر هذا حتى غير المسلمين ينتظرون أن يظهر الحق على يد مولانا المنتظر المهدي من أجل أن نخلص أو أن نتخلص من شوائب الباطل كل الباطل يعني أعتقد أن هنا لا يمكن أن نصل إلى نقطة الإمام المهدي إلا بخروج الإمام المهدي نكون مجتمع شبه معصوم شبه معصوم لا أدري ماذا تعني بشبه معصوم يعني مع وجود الإمام الحجة ستكون هناك معاصي مع وجود الإمام الحجة عليه ستكون هناك انحرافات أخلاقية ليس وجود الإمام صلى الله عليه بمعنى أن تنتهي الأرض من كل المخالفات الأخلاقية والفكرية والزيغ لا يمكن لو كان كذلك لكان في عهد مولانا النبي صلى الله عليه وآله لكان في عهد علي بن أبي طالب عليه السلام ولكن المظهرية العامة للحق المظهرية العامة الصلاح المظهرية العامة للإسلام ولكن توجد هنا وهناك بعض المخالفات هل الإحياء اليوم يعني أفهم من كلامك أن الإحياء اليوم يصب في مشروع واضح المعالم أن هناك مشروع ضخم ومشروع كبير وهذا الإحياء الذي نقوم به اليوم ويقوم به الناس يصب في مشروع واضح المعالم على يقين وإلى أين سنصل بهذا المشروع من خلال الإحياء على يقين وعلى اطمئنان أن الإحياء في بلدنا الطيبة هذه البحرين بل على مستوى كل الدول الإسلامية إحياء موسم عاشورة يسير وفق خطة ومنهج دقيق جدا من أجل أن يحقق الأهداف أهم تلك الأهداف ضمن هذا لعل البعض لا يعلم بأن الإحياء يسير وفق خطة ومنهج هذا لا يعني أن ليست هناك خطة ممنهجة في هذا الإحياء في البحرين وفي غير البحرين الإحياء يهدف بشكل أساسي للمحافظة على نقاء وصفاء الإسلام إلى أن يظهر مولانا الحج عليه السلام لو لم يكن هذا الإحياء وبعض المظاهر الأخرى الإسلامية التي أوصانا بها الإسلام أن نقيمها لو خلت الأمة خل المجتمع من هذا الإحياء لرأيت المجتمع يعني يخلو من إسلام نقي نظيف صاف أصيل ما هي الأدوات الموجودة اليوم ويمكننا من خلال تفعيلها أن نفعل الإحياء أكثر وأن ننطلق به إلى فضائه الأوسع يعني هذا ما تقوم به هنا هذا أحد الأدوات التي توصل هذه المفاهيم إلى مستمعين حول العالم يعني ليس خاصا بقرية المرخ وأنما على مستوى العالم إن لم يكن يتابعون بشكل مباشر غدا وبعد غدا سوف يشاهدون مثل هذا اللقاء لا نتدخر جهدا في إظهار كلمة الحق ولا نتخلف في إظهار قيم الحسين ومبادئ الحسين الإمام المحصوم عليه السلام شي يقول أنتم أوصلوا بالمضمون إذا سمع غيرنا كلمة الإمام سلام الله عليه وجمال كلمة الإمام ورزانة كلمة الإمام وعقلانية كلمة الإمام سوف يتبعون فعندما نواصل هذا الجهد المبارك عندما نتفنن في بعض الأدوات مثل اللقاءات المباشرة واليوتيوب وغيرها من هذا أيضا لفاعلية وما كانت موجودة منذ قبل كان موجود المنبر موجود الشعر موجود الكتاب الآن اختلفت الأدوات يجب أن لا ندخل جهدا في أي أداة عصرية نحن نستطيع أن نفعلها في اتجاه إحياء ثورة الإمام الحسين عليه السلام يجب أن نستغل هذه الأدوات ألا تعتقد أننا بحاجة إلى تغيير طريقة الإحياء التقليدية أم يجب أن نحافظ عليها مع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والأدوات الحديثة يعني خلني بسألك أنا بدل ما تسألك تعتقد أن الإحياء التقليدي هذا فارغ من مضمونة من أجل أن نغير هذا الإحياء التقليدي التاريخي ونذهب نترك المنبر ونروح للمسرح نترك المنبر والعزاء ونروح على اليوتيوب ونسوي الإحياء لا لا هذا الإحياء التاريخي التقليدي البسيط جدا منبر وعزة وموكب هذا لا يمكن أن نتوقف فيه نعم نضيفه من خلال تطور العصر التكنولوجي والاتصالي نضيف له أساليب أخرى لكن أصل هيكل الإحياء لا يعبث به يعني لا يمكن أن نقبل غدا نقول واحد خلنا نبدل المنبر ونيب واحد مثقف وحاضر لنا وما نبني بشيء ما يصير السيد الطباء طبائي رحمة الله عليه سؤاله يعني وش اللي يخلى مقامك يصل لهالدرجة من العرفانية أمرين كما هو منقول عنه المحافظة على صلاة الليل والبكاء على الحسين فلا يمكن أن يأتي شخص يقول ما نريد رثاء الحسين ما نريد بكاء ما يصير هذا أصل إحياء ثورة الحسين عليه السلام في موضوع العاطفي البكائي أنا ما أقصد أنه ما نطرح أشياء عقائدية وفكرية ونعالج القضايا المطروحة على مستوى العالم نعم ولكن هذه جذوة ثورة الإمام الحسين عليه السلام يعني ما أفهمه من كلامك أن نحن نبقي على الإحياء التقليدي ونستخدم مواقع التواصل الاجتماعي والأدوات الحديثة من أجل إيصار رسالة الإمام الحسين عليه السلام ولكن هل نحن نواكب هذا التطور اليوم أم لا يعني هل ما طرحته موجود على أرض الواقع أم نحن غائبون أصلا عن الإعلام وعن مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى إذا تواجدنا فتواجدنا هو على استحياء إذا بتكلم عن مستوى الأمة فقنوات فضائية ما شاء الله موجودة ومفعلة في برامجها واختلاف البرامج المنقولة خطبات مناقشات موجودة والحمد لله على مستوى البحرين يعني الأخوة الشباب ما قصروا في استخدام كل ما يمكن أن تصل إليه أيديهم استقرام وغيرها من الأدوات الاتصالة لكن بعض القنوات أو بعض الإحياءات أصلا هي قد تسيء للإحياء ولا تقدم له إيجابيات إذا أم بأوردت بيقلتني مثال لا نحن لسنا أمام أمثلة نحن أمام مواقع الآن في قد تكون قنوات أو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي يعني هراك من يريد أن يوصل الرسالة ولكن لعدم موجود قاعدة عقائدية فقهية سلوكية أخلاقية قوية لديه فيسيء إلى الإحياء يسيء إلى المال حسين بدل من أن يوصل الرسالة نعم موجود موجود في بعض مآت منه واحد يتصرف بسلوك مشين تجاه المستمعين هذا موجود مأتم مو بس مستمع قد تكون هناك إدارة مأتم تتصرف بتصرفات مشينة ممكن معقول يعني وهذا لا ينافي فاعلية الإحياء وإيجابية الإحياء كذلك هناك بعض الممارسات التي يطلق عليها الشعائر وهي تسيء إلى المذهب وقد حرمها الفقهاء وأرادوا أن يعني يتخلص المذهب الشيعي مثل هذه الممارسات نعم هذا موجود سواء كان بجهل أم كان بتقصير وقصد يعني موجود هذا ولكن الأعم الأغلب الحمد لله على الطريق وعلى الجاد هذا يحتاج إلى جهد من أجل أن نتخلص منه سواء كان هذا الذي يتعامل بطريقة غير سوية أو تلك الإدارة أو أولئك الذين يفعلون بعض الشعار التي لا ترضي فقهائنا العظام لا تعتقد أستاذ أن لكي ننطلق نحو التصحيح يجب أن نعترف بالأخطاء هل هناك إقرار بالأخطاء الموجودة اليوم؟ هل الحالة الحسينية أو المجتمع يعترف بوجود أخطاء فبالتالي يصححها؟ إذا لم تعترف بالخطاء لن تصححها لا أتصور أن هناك من يدعي أن الإحياء في كل تفاصيله وفي كل ميادينه لا تقصير فيه أو لا مخالفات فيه يعني حتى لو استغفر الله ربي وتوبليه بتيب المعصوم عليه السلام من أجل أن يحيي حاشورة بتجد من الناس العاديين أخطاء هنا وهناك فلا هناك اعتراف بأن هناك بعض الأخطاء يجب أن نرفعها ونتجاوزها هناك بعض التقصير يجب أن نتلافى هذا التقصير لا على مستوى المجتمع يقول بأن الإحياء معصوم ولا على مستوى الإدارات ولا على مستوى العلماء ولا على مستوى فكرين يقولون أن الإحياء وصل إلى درجة العصمة في الممارسة والتنفيذ لا يوجد مثل هذا على الإطلاق أستاذ مجيد في عجالة وفي نقاط معد محددة كيف تصف إحياء عاشورة الإمام الحسين في البحرين؟ في ظل جائحة كورونا في ظل جائحة كورونا نعم هل واكب أهل البحرين في هذه الأشهر الستة الركب واستطاعوا إحياء مناسبات أهل البيت؟ لا نختصر على عاشورة عاشورة قد يكون بدأ للتو طبعاً هذا السؤال يدمي القلب بأن شيعة أهل البيت عليه السلام سواء كانوا في البحرين أو خارج البحرين هناك بعض المظاهر التي نراها من الحرمان من حصول دخول مأتم أو إحياء خارج المأتم هذا يشكل ألماً للقلب في الواقع يعني لنكون في تركيز في ثلاثين ثانية ما عندنا وقت أستاذ في المناسبات الماضية هل استطاعت المأتم واستطاعت الكوادر الانتقال بالإحياء من داخل المأتم لأنه كان هناك ظروف صحية معينة إلى الإحياء الفضائي والإحياء الذي يصل للبيت في ثلاثين ثانية الإدارات والشباب والعاملين استطاعوا بجدارة أن يوصلوا كلمة الحسين عليه السلام بدل أن تكون داخل المأتم عبر الفضاء الإكتروني عملوا بجد ونجحوا ويستطيعون أن يحققوا أكثر من ذلك يعني لن تجد الآن في كل العالم تنوع مثل ما يحصل لدينا في البحرين في التعامل الافتراضي مع كل المناسبات نعم نجح الأخوة العاملون ونجحت الإدارات ونجحت مآتمنا مع ذلك أطالب بالمزيد وأطالب بالحرفية أكثر من أجل أن نكون متألقين كما هي عادة أهل البحرين الأستاذ مجيد نشكر لك تواجرنا معنا اليوم في برنامج مساحة فكر في حلقته الثالثة ونشكر لكم متابعتنا قال الإمام الصادق عليه السلام ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا ولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه واتبع أثارنا وعمل بأعمالنا أولئك شيعتنا أحباء المشاهدين نكون مع الحسين عندما تكون أخلاقنا وسلوكنا وفكرنا وعقائدنا مع القرآن فالقرآن هو الحسين والحسين هو القرآن في أمان الله